بعد أجازة استمرت حوالي أسبوع كامل بعد ختام المشوار الإفريقي بالفوز على الترجل التونسي والفوز بدور أبطال إفريقيا للمرة الاثنشر انتهت الأجازة ومرت الأيام سريعا والنهاردة النادي الأهل هيستهنف تدريباته استعدادا لما هو متبقي من الموسم الحالي قبل كده كنت استعرضت مع حضراتكم عدد مباريات الأهل اللي تلعبت من شهر 9 لغاية نهاية شهر 5 كان حوالي 41 مباراة ما بين مباريات محلية وقرية ودولية ويمكن عدد مباريات كتير جدا يتلعب في الفترات الأخيرة بس كمان لسه للنادي الأهلي متبقي له 19 مباراة في الدوري العام منهم 9 هيتلعبوا في الفترة من 12 ستة لـ 12 سبعة على مدار شهر الأهلي هيلعب 9 مباريات متتالية في الدوري العام ولسه هيكون طبعا متبقي للأهلي 10 مباريات في الدوري العام دوري 34 أسبوع دوري طويل جدا ومش عارفين هيخلص في نص تمانية آخر تمانية ولكن أنا بقول لكم خلال الساعات اللي جاية انتظروا مفاجآت مدوية هتربك حسابات القرى المصرية كلها لما يتم الاستقرار والإعلان بشكل رسمي عن مواعيد القيد في إفريقيا ومواعيد انطلاق المسابقات الإفريقية لأن الناس ابتدت خلاص هنبدأ نحضر بقى ونشوف اللي هيحصل في الشهر اللي جاي اللي هيبدأ يحصل والدوري بتاعنا ليس شغال والموسم الإفريقي المفوض هيبدأ والناس بتحضر للموسم الجديد فالدنيا الفتر جاي بقى فيها لعبكة يعني ايه غير طبيعية عموما الآلي النهاردة هيستاني تدريباته والتمنى هيكون الساعة تمانية بالليل طبعا نتيجة درجة الحرارة العالية فمرس الكولر فضل ان يكون اول مرأة النهاردة هيكون الساعة تمانية بالليل وخلاص طبعا الفتر الحالية ما فيش مباراة رسمية والنهاردة 3-6 اول مباراة يوم 12-6 فقدامنا يعني حوالي اسبوع او 9 ايام فالتدريبات هتبع عندك متاحة انك تتمرن في التوقيتات المناسبة لك نتيجة الاجواء والحرارة الموجودة في النهار فطبعا النهاردة التدريب هيكون فيه غيابات كبيرة وعديدة ما لا يقل عن 13-14 لاعب في 13-14 لاعب دولي ما بين المنتخب الوطني منتخب مصر وتصفيات كاس العالم ما بين منتخب بامالي منتخب جنوب افريقيا وسام أبو علي انضم لمنتخب فلسطين ففترة كبيرة جدا نهاردة 3-6 اول ماتش مع فرقه يوم 14-6 يعني نتكلم حوالي عشر ايام على اول مباراة لنا في الدوري بعد استئناف المسابقة في الفترة اللي جاي عموما هننتظر ونشوف اول مراني النهاردة ومن بقر نبدأ نعمل فلاش باك كده على شكل التدريب والعناصر ممكن استعام بها مرس الكولر من قطاع الناشر اكيد هيستعام بعناصر يدعم بها التدريبات بوجود عناصر من القطاع نتيجة غياب عدد كبير جدا يعني على اقل في مستوى حراسة المرمى او في مركز حراسة المرمى الشناوي ومصطفى شبير مش معاك وحمز علاء مع المنتخب الولمبي فما عندكش غير مصطفى مخلوف هتعمل تدريبات بحرس واحد اكيد هتصعد اثنين حراس من قطاع الناشرين على اقل يعني فده هيحصل ابتداء من النهاردة وعلى مدار الايام القادمة لغاية نهاية الاجندة يوم 10-6 الاجندة تخلص 10-6 اول مباراة للاهلي يوم 14-6 معها فرقه في الدوري العام